التعرف على واجهة البرنامج قبل أن تخوض في عالم هذا البرنامج لا بد لك من أن تتعرف على مكوناته الأساسية ووظيفة وفائدة كل منها وهذا ضروري ومهم للتمكن من فهم الدروس اللاحقة تتكون واجهة تطبيق برنامج سويش من العناصر الرئيسية التالية أولا شريط العنوان تايتل بار يعرض هذا الشريط اسم الملف المفتوح حاليا واسم البرنامج بالإضافة إلى أزرار التحكم بنافذة البرنامج من تصغير وإعادة وإغلاق ثانيا شريط القوائم من يو بار يحتوي هذا الشريط على قوائم البرنامج التي تحتوي على معظم أوامر وأدوات البرنامج مثل قائمة الملف فايل التي تحتوي على أمر الفتح أوبن ثالثا شريط الأدوات العلوي تولز بار يحتوي هذا الشريط على بعض أدوات وأزرار البرنامج مثل أداة إدراج النص وزر عرض الفيلم وغيرها من الأدوات المفيدة للتعامل مع البرنامج رابعا لوحة خط الزمن يعتبر هذا الجزء الأكثر أهمية في برنامج سويش حيث يتم من خلال لوحة خط الزمن رؤية المشاهد المكونة للفيلم الحالي مثل هذا المشهد رقم واحد سين ون ويمكنك من خلاله أيضا معرفة العناصر المكونة لكل مشهد من مشاهد الفيلم مثل كلمة لوجو الظاهرة في هذه القناة بالإضافة إلى المؤثرات المطبقة على كل عنصر من هذه العناصر وتحتوي لوحة خط الزمن على مجموعة من القنوات كل قناة منها تمثل خط الزمن بالنسبة لعنصر ما ومن خلال هذه المسطرة يمكنك معرفة زمن ظهور العنصر المطلوب وأخيرا وليس آخرا فإنه من خلال نافذة الزمن يمكنك إضافة المؤثرات إلى العناصر من خلال زر إضافة المؤثرات Add Effect خامسا لوحة الصورة العامة للفيلم Outline Panel تفيد هذه اللوحة في معرفة أسماء العناصر المكونة لكل مشهد من مشاهد الفيلم ومعرفة الأجزاء المكونة لكل عنصر وسوف ندعوها أحيانا في الدروس اللاحقة شجرة الفيلم فمثلا هذا الفيلم يحتوي على مشهد واسمه سين ون ويحتوي على مجموعة من العناصر مثل هذه النصوص أما هذا الشعار Logo فيتكون من مجموعة من الأجزاء التي يمكن رؤيتها من خلال الضغط على إشارة الزائد وهذا يفيدك في رؤية الصورة العامة لمكونات الفيلم سادسا نافذة مساحة العمل Workspace Window تمكنك هذه النافذة من القيام بإدراج العناصر المكونة للمشاهد والتحكم فيها بصريا من خلال الفأرة ويمكن أيضا من خلال هذه النافذة القيام برسم بعض الأشكال ونهاية يتم عرض ناتج الفيلم في داخل هذه النافذة سابعا شريط الأدوات الجانبي يوفر هذا الشريط الأدوات اللازمة لرسم عناصر المشاهد مثل أداة القلم التي تمكنك من رسم الخطوط المستقيمة والمنحنية ثامنا لوحات المعلومات والتحكم تفيد هذه اللوحات في معرفة بعض المعلومات عن الأجسام عند اختيارها وتفيد أيضا في التحكم بخصائص تلك الأجسام أو الفيلم بحد ذاته ترجمة نانسي قنقر